الستات والبنات النهاردة عندهم هوس تكبير المؤخرة البي بي إيل اللي هي البرازيليان باتليفت اللي هي تكبير المؤخرة البرازيلية عشان عايز تبقى شابها طبعاً وعداً ومستلة معينة عارض تبقى شابها مساء انكرديشن مش هو الشكل خدوا بالكم مش هو الشكل اللي انت بيتشوفيه هو ده الحقيقة انت علشان تبقي بتقارني نفسك بفنانة معينة او موضل معينة او مطربة مشهورة او جوزك وهو قاعد جنبك بيتفرج على اي مثلاً مسبت ملكات الجمالي قولك ايه شايفة الستات هي دي الستات ولا بلاش ده كلمة تعقد اي واحدة والله ده طبعاً ده تخليها تسيب له البيت بس انا مش بشجع انها تسيب له البيت يعني ياريت ياريت رجالة ما تقولش الكلام ده انا هكلمها هي هقول لها جملة وهقول له هو جملة هقول لها هي انت لو قرنت نفسك باللي بيطلعوا في الميديا او بالبلوجر او الانستجرام او كده طب اذا لمت نفسك لان في حاجات كلنا عارفينها بس عندي الجد مش عايزين نصدقها في حاجة اسمها الفلاتر وفي حاجة اسمها الاضاءة وفي حاجة اسمها الميكب وفي حاجة اسمها زاوية الكاميرا يمكن طبعا الاسادزة اللي بيصورونا دلوقتي عارفين انه لو عايز الدكتور اشرف يجيبه عنده سبعين سنة هيجيبه من زاوية معينة عايز يجيبه عنده تلاتين سنة هيجيبه من زاوية تانية هو نفس الدكتور ونفس البوزيشن وانا طبعا مش حاطة ولا مكيش ولا حاجة اكيد بس هو زاوية التصوير مختلفة الناس بتوع الميديا محترفين انه هم يحبوا يجيبوا الشكل ابهر صورة اكتر صورة مبهرة في التاريخ انا طبعا شفت فنانات على الحقيقة وفي الواقع وفي المستشفيات وكده بس ده مش معناه ان هي مش زايل اللي انت بتشوفه لا هي مش زايل اللي انت بتشوفه التصوير بيفرق فعلا التصوير والاضاءة والميكب يعني لقي ايه الوسط قد كده ونزلة كده الوسط ازاي بقى قد كده ده يعني مش طبيعي يعني كل الناس وستوهم بقى قد كده وفي لبس يتخن وفي لبس يرفع فكل الصناعة دي كلها يعني الميديا مثلا الدقيقة في الميديا بتلاقي وراها مثلا حوالي 15 واحد بيشتغلوا علشان الدقيقة دي تطلع حضرتك تشوفيها على الانستجرام مع بلوجر او مع مثلا واحدة من المشاهير طيب خلينا نعرف ازاي اللي ست عمتا اللي نفسها تنصر للوزن المثالي او الشكل المثالي الشكل المثالي ازاي تقدر طبعا وزن المثالي دي عندي انا معلش اه انت بتاعت الوزن انا بتاع الشكل الشكل المثالي ازاي تقدر توصل للشكل المثالي سؤال بس مبدئيا هل يعني تبتدي من زيادة وزن قوي ولا في وزن معين تقدر تساعدها في حتة الوزن او الشكل المثالي في حلقة سابقة حضرتك اتكلمنا في حكاية الوزن اللي هو فيه الاكستريمز اللي هو مظبوط قوي وكتير قوي احنا مش بتوع دول احنا بتوع يعني انا اقدر اقول لحضرتك ان مش مهم وزنك كام المهم المنحنايات يا مدام يعني